واوي بي 20 برو واحد من أحسن تلفونات اللي استعملتها خلال سنة 2018 قيمتها الشيء بالمراجعة عمالته وهمتها الشيء لما سويت أفضل تلفونات نفس سنة 2018 واوي بي 20 برو خوش جهاز بس السعر ماله ممكن يكون غالي نسبيا ناس وايد عجبتها شغلات كثيرة موجودة باوي بي 20 برو بس السعر ما كان مناسب لها عشان شلية كانت شركة وايب نفس الوقت أعلنت عن واوي بي 20 لايت يعطيكم الصحة والعافية معكم أحمد بعريكي نحن على الأقل بعامل العربي التلفون سيكون اسمه واوي نوفا 3E اسمه عمى طويلة كان لهم وسموا واوي بي 20 لايت وخلصنا بس سيكون بالضبط نفس تلفون واوي بي 20 لايت مبدئيا عندما ترى التلفون ستلاحظ أن هناك شغلات تشابه من ناحية الشكل الكاميرا صارتها بالطول على طرف صوب اليمين من فوق ومن جدامة ثنيناتهم سيكون بقذلة بس نسبيا حجم التلفون سيكون أصغر لنا هنا شاشة أصغر وهذا أول فروقات موجودة بين واوي بي 20 لايت أو نوفا 3E والواوي بي 20 برو وهو حجم الشاشة 5.8 بوصة راح تكون فيها نتوء من فوق ومن تحت فيه مكان أكثر حق الحافة أن تصغر لأن مو موجودة البصمة هذا اختلاف هم يديد أن البصمة انتقلت إلى الخلف وأنا شوف شكلها أحلى بس بالمقابل أبعاد مات التلفون مستغل بالمساحات فالتلفون 5.8 بوصة أبعاده صراحة جدا مناسبة وملائمة بالإيد بس هنا عندنا LCD مو آمولاد اللي موجودة على الواوي بي 20 برو فزوايا الرؤية وتشبع الألوان ما راح يكونن بالحدة والسطوع اللي موجود عندنا على الواوي بي 20 برو بس لحين أداءها جيد الشيء الثاني المختلف راح يكون أكيد المعالج عندنا هنا هاي سيليكن 659 مقارنة بال 970 مع 4 جيجابات ذاكرة عشوائية مقارنة بال 6 جيجابات ذاكرة عشوائية فأداء التلفون راح يفرق وهذا شيء متوقع بالذات لأن ثناناتهم عليهم نفس النظام التشغيل Emotion UI 8.1 مبني على أندرويد 8.1 أنا عامتا حتى مع تلفونات فلاكشب نفس الواوي بي 20 برو ما حب نظام تشغيلي مع شركة واوي اليموشين UI ينرفزني أتمنى أن شركة واوي تقلل الكوستمايزيشن اللي قاعد حطها إلى مالها معنى ويحطو لك التلفون يكون أقرب حق الخام تساعد مننا حتى التحديثات وتساعد حتى من استخدام التلفون على العتاد يكون نوعا أقل أو متوسط نفس الموجود عن نووي 3E فلا تتوقع أداء التلفون يكون قوة الواوي بي 20 برو ولكن الآن بدل التلفون سيعمل بشكل مناسب الشيء الثاني الذي يتغير بعده هي البطارية لدينا هنا 3000 مليا أمبير مقامتا بال 4000 مليا أمبير ويخذ بعين الاعتبار أن هنا شاشة أصغر ولكن تستخدم تغنية LCD فما سيعطيك نفس أداء البطارية القوي الموجودة على الواوي بي 20 برو ستحصل بحدود الثلاث ساعات إلى أربع ساعات سكيلونان تايم فمقبول يدعم الشحن السريع موجود داخل العلبة بس ككل أداء البطارية يعتبر نسبيا جيد حتى تلفون متوسط تفقد أشياء كثيرة بعدها من الواوي بي 20 برو ناس مقامة الماء للغبار نفس الستيريو سبيكرز بس فيه شغلة موجودة فيه مو موجودة على الواوي بي 20 برو هي فتحة الثلاثة ونص مليا وهذا شيء وايد وايد حلو في حالة إذا كنت مدمن فتحة الثلاثة ونص مليا وما تستطيع تستغني عن سماعتك الخاصة وأخيرا وليس آخرا نتكلم عن الكاميرا هنا عندنا كاميرتها من الخلف ولا واحدة فيهم راح تكون 40 ميجا بيكسل واحدة منهم راح تكون 2 ميجا بيكسل وقرار غريب من شركة واوي أن تحط كاميرا 2 ميجا بيكسل على تريفون بسنة 2018 حتى لو كان متوسط ماني شايف العذر بس هذه العدسة ما راح تستخدم حق تصوير العادي راح تستخدم حق حق أن تلتقط لك الخلفية عشان تغبش لك ياها حق صور بس تشتغل بشكل مناسب للـ 16 ميجا بيكسل بالأساسية هم تعطيك تصوير مناسب بالذات بالإضاءة الطبيعية بالإضاءة السيئة أم ممكن تعطيك تصوير نوعا ما سيئ تقدر تحتمل عليها حق تصوير التباصل الاجتماعي بس ككل أكيد مو بقوة الواوي بي 20 برو فإذا أنت عندك شيء مهم للتصوير تفعل الزيادة واخذ الواوي بي 20 برو ودامك عندنا تكلم عن الزيادة سعر التليفون راح يكون يا دوبك 300 دولار امريكي عندنا هنا بالكويت تقريبا 90 دينار كويتي مقابل يعني أنت عارف سعر الواوي بي 20 برو فيه فروقات أكيد عشان شيذي يقللو لك التكلفامات التليفون بالمقابل السعر اللي هم يقدرون يبيعون عليك بس كلمة حق تنقال هذا التليفون موجه حق الناس اللي تبي تليفون يكون شكله عصري لأن فيه على الأقل النتوء موجود من فوق يعطيك إيحاء أنه من تليفونات البازلس وهو فعلياً وايد مستغلك الحواف شكل مناسب حتى نشوف نسبياً يمكننا أحلى من شكل الواوي بي 20 برو لأن ننقلو لك البصمة على الخلف فصارت الحواف اللي موجودة من تحتها أصغر ومتناسقة بشكل أكثر بس بسعر يكون مناسب عادةً هذي تليفونات تعتبر غالية هذا أرخص تليفون بنتوء اليوم تقدر أن تتحصله للعالمية لا تفكر إن الواوي بي 20 لايت رح يحلك مكان الواوي بي 20 برو حتى لو غيروا اسم اللي نوفا 3 اي بس سمعنا عن اللي طال لكسور سلامتكم تعيشون أحمد بو عليكي فمو الله الكريم